تستعمل في مجالات السلماء ومسلسلات التصوير بشكل عام فأعتقد أنه يطلبوا تدريب كبير جداً معناها ليصلوا إلى هذا المستوى أعتقد من التدريب طيب ننتقل أنا وأنت إلى آخر الأخبار وسائل التواصل الاجتماعي أكثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ أنا وأنت يا أمين من قطع غزة قطع غزة الذي لا يزال متصدر مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الأخبار نتحدث الآن عن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت أن كل شرايين الحياة قطعت عن غزة طبعاً هنا أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الفلسطينيين في قطع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والمياه وغيرهما من الضروريات في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم يا أمين يأتي ذلك في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من مجاعة قد تكون حتمية ولسيما في شمال القطاع المعزول وسط الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام 2023 طبعا يعني النظام الصحي في قطاع غزة كما تحدث المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأنه على شفير الانهيار بل أكثر من ذلك وقال كل شرايين الحياة في غزة قطعت بطريقة ما طبعا يأتي ذلك وسط أيضا هذا الخبر حيث يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة ملاحقة المساعدات القليلة التي تصل إلى القطاع وبعد أن كانوا يلاحقون الشاحنات أصبحوا أيضا يترقبون ما يصل عبر الإنزال الجوي رغم أن طائرات الاحتلال تستهدف هذه التجمعات وطبعا يراقب مئات الغزيين السماء لمدة ساعات خلال الأيام الأخيرة أكثر من أي وقت مضى بعد أن كرر الدول عدة مثل الأردن ومصر وفرنسا والإمارات وحتى الولايات المتحدة الأمريكية عمليات إنزال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الجو في ظل العجز التام عن اتخاذ قرارات تتعلق بتأمين ممرات برية آمنة لدخول المساعدات وضمان سيرها من دون عوائق هي المشكلة بهذا العجز التام دعني هنا أشير إلى هذه النقطة المهمة جدا بأن شمال قطاع غزة هذه المنطقة المعزولة تماما عن كافة المساعدات الإنسانية نشاهد هنا هذه الصورة لهذا الطفل والكثير من الأطفال الذين يعانون كانت بالأمس هناك الحالة العاشرة لاستشهاد طفل من المجاعة شمال قطاع غزة يعاني الكثير يعني يأكلون الآن أعلاف الحيوانات حتى أعلاف الحيوانات باتت غير متوفرة كان هناك مقابلات مع أطفال يتحدثون عنه أنه هذه حتى الأعلاف هي مضرة بهم مش عم نحكي عن طعمها أنه هو والله مر أو طعمها جميل يعني صاروا متخطيين يعني هذه المشكلة حتى هي مضرة بهم وهناك تسمومات غذائية تحدث بشكل كبير هناك حالات وفاة تحدث نتيجة هذه المأكلات غير الصحية طبعا يعني هنا يعني هذه الصورة التي علقنا عليها ودعني أيضا أعرض هذه الصورة أيضا لتجمعات المواطنين للحصول على المساعدات رغم الأخطار المحدقة هذه المساعدات تنزل بالبحر وفي عز البرد يعني قطاع غزة منطقة باردة يعني هلأ نحن بنعرف أنه فصل الشتاء هناك وينزل الناس ويقومون بالسباحة حتى يأخذوا هذه المساعدات التي تنزل في يعني البحر هنا أيضا عرض لأصناف محدودة وكميات قليلة من المساعدات إلى غزة وهذه الصورة